أصعدت عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى أسعد بصدافة الشيخ جلول حاجيمي أهلا بك فضلات الشيخ مرحبا إذن نقف اليوم على جرائم أخرى ومن نوع خاص يعني اعتداء على بيوت الله وأيضا اعتداء على أموال يعني هذه الأموال هي أموال اليتامة والفقراء والمعوزين من خلال الاعتداء على صندوق زكاة تعليقكم اليوم فضلات الشيخ على هذه الاعتداءات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد شكرا لكم وللقناة هذه الدعوة التي من خلالها نبصر ونتبصر ونعطي ما يمكن إعطاؤهم في هذه المواضيع أو غيرها مثل هذا الموضوع المتعلق بصنادق الزكاة كنا قد تقدمنا عدد الشكاوى في وقتها سواء في حقبة الدكتور محمد عيسى وزيرا أو في حقبة من سبقهم على ما أثير من اعتداءات ومن معاقبة الأئمة على عدم تحصيلهم للزكاوات وربما تذكري في قضية معسكر لما تدخلنا والساد الأئمة كانوا اشتكوا من ضغط الإدارة وحلينا المشكل وعطينا هذا الاهتمام للإستاذ مع الوزير في ذلك الوقت فمننا المجهود الذي جعله أنه لا يعاقب الإمام ومن معه على جمع أو عدم جمع الزكاة لأن المناطق تختلف هذه منطقة فقيرة وهذه متوسطة هذه عند أعراف غير ذلك حتى الاعتداءات قبل أن تصل لصندق الزكاة كانت الاعتداءات على الأئمة نعم ووقفنا في كثم الحالات نعم في هذه الحالات ثم أن الاعتداءات التي حدثت ظهر أن المصالح المختصة أمنية وإدارية اكتشفت بأن من خلال محاولة التعدي على صندق الزكاة هؤلاء أغلبهم في حالات نتيجة المخدرات والتعاطي يتعدون على بويت الله عز وجل وهذه سوابق لم تكن في المجتمع الجزائري على الإطلاق بل حتى هؤلاء السكارجية وهؤلاء الذين ما كان أحدا يستطيع أن يتعدى على بيت من بويت الله لكن وضع عندما يتعدى على قتل أمه وقتل والده فأصبحت المخدرات والحب المهلوسة لها هذا الباب أين اعتدى وسجلنا حالة اعتداء شنيعة تذكر المؤذر الذي اعتدى عليه في براقي وكان في الإنعاش وكان في أفرط وسائل الإعلام وتحركنا في هذا الباب هذا التحرك كان منذ سنوات نحن قلنا لا بد أن يعالج هذا الموضوع بكل حذافره وأن نمكن للزكاة بشيء يرفع شأنها ويكون سندا للفقراء والمساكن والمحتاجين ويكون المسجد وباب خير وباب آمان بشرط أن لا يتعرض الإمام والمؤذن ومعلم القرآن إلى الشبهات وإلى الاتهامات وإلى التعدي الجسدي لأن هذا الذي يريد أن يدخل أن يعتدي على صندوق فإن وجد مؤذنا أو مقيما يعتدي عليه وقد اعتدي عليهم فقلنا لا بد من إيجاد مخرج لائم هذا مع أننا نحافظ على دعوتنا وعلى عملنا في نشر الخير والإحسان والعطاء وأن يقوم المسجد كمؤسسة في أطعام الجائع في مزاعد الفقراء إلى غير ذلك يعني حتى في الأمثلة الشعبية وحتى لما تحثوا بالعامية يعني يعتبر حد من حدود الله الاعتداء على بيوت الله أكيد يعني حتى بالعامية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقول قلوب يعني حتى بالأمثال الشعبية يقول لك أنا محرقش جامع أين نعم يعني المعهود عن الجزائر عموما أن المسجد من خصوصية الخصوصية الكبيرة والمقدسة فلا أحدا كان يعتدي على المسجد يعني الخمارين قبلها إذا مر لا يستطيع أن يمر على المسجد لا يستطيع أن يمر على حافة المسجد فهؤلاء الذين يتعاطون مع الموظور السيئة الخطيرة فعندما يعلم بأن المسجد ممكن فيه مال أو فيه شيء يعتدي يريد يعتدي على أن يأخذ المال كل من آته يكون خطر عليه وبهذا يكون شكل خطر وكان تعديات جسدية على السادة المؤذنين والسادة القيمين والسادة الأئمة لما يتعلق بهذا الموضوع المادي نحن الذكري كنا طرحنا أن نقول لماذا لم يكن هذا الصندوق في كل مؤسسة الدولة باعتبار أن الدولة متبنياته يكون في صندوق مرقمة كذا في البريد في المواصلات في المناطق في الشرطة في الدرك ويدفع زكاته أين كان فهذا لا بد أن نخرج الإمام مما أصبح يعتد عليه أني طالبهم فيما سبق أنه يتم نزع هذه الصندوق من المسجد نحن طالبنا أن نجد مخرجا يليق بنا من الأشياء التي نأسف لها مفروض من هذه القضايا لا بد على الوزارة بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول أننا نكون الشريك في مثل اتخاذ هذا القرار لأننا نحن الذي نملك هذا التمثيل الحق في أن نقول ما كيف نجد الصير يعني نحن نبارك ونثمن ما عامناه الوزير لحماية سد لأي موظف القطاع لكن أصبح عندنا جزء كبير وهذا مهم من الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين تعودوا عن أخذ زكواتهم خاصة زكاة الفطر وغيرها فنحن من ناحية أننا نؤرحنا لكن من ناحية الأخرى نتألم لأوضاع المجتمع هذه الزكاة وصندوق الزكاة رغم ما يقال أنه أحدث شيئا إيجابيا في المجتمع سواء في القروض الحسنة التي أعطيت للناس أو في قضية الشيء المباشر لهؤلاء الفقراء والمساكين أو في قضية كسوة العيد أو في قضية الدخول الاجتماعي في الموسم الدراسي وغيرها وبهذا لا بد أن نثمن ما يمكن تثمينه وإذا فيه مخاطر نجعلها في بابنا ولهذا فذكري أو إحنا دعونا إلى إيجاد ديوان وطني للزكاة يكون عندهم مرسوم رئيس الجمهورية ويكون الذين يشتغلون فيه يأخذون حقهم في العاملين عليها ويحافظ على قدوسية هذه الشعيرة التي هي الزكاة ومن خلالها أن نصل إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين قد ترين إنسان وضعه طيب لكنه فقير يعني حتى وزير شؤون الدنيا دعا اللجنة اللجنة الوزرية المختصة المكلفة بصندوق زكاة عن المستوى الوزارة للحديث حول قرار صحب هذا الصناديق من المساجد وكنا استمعنا إلى المكالمة يعني قال سيتم ربما الشروع فيها يوم الأحد هو سيد معالي وزير شؤون الأقاف اتخذ قراره فهو سيد القطاع هو من يتخذ ذلك لكن نحن فقط نلوم عليه باستمرار أن هذه اللغة لا تنفع مع الشريك الاجتماعي قوانين الدولة تقول بالشريك الاجتماعي لا بدأ أن يكون ممثلا أين هو ممثلنا في اللجنة الوطنية للزكاة لا نعرف ماذا يصنع وماذا يصنعون هذا تجاوز خطير على القانون نحن إذا كنا في دولة قانون نتعامل بالقانون الممثل له حق أن يكون له تمثيل والتمثيل نحن من يدافع عن الوزير وعن الوزارة إذا كانت في الصوا من خلال موجودنا أما مع هذا أننا نثمن كل شيء ينفع الإمام ويحمي الإمام ويحمي كل القطاع من قيم الذي يقوم بالفتح والغلق كان في مخاطر يعني في مخاطر إلى المؤذن الذي يؤذن إلى معلم القرآن إلى المرشدة لكن هذا عندما يكون توافق وتناغم وتعاون وتآذر وتناصر نصل إلى الأشياء برفعة عالية قطعنا قطع حساس ولا يمكن أن نخرج غسيلنا إلى ما بعد لأنه قطع للشعب الجزائي يحترمه يقدسه يعطي لهم مكان عالي فأصبحنا مجبارين أن نتحدث مع الجهات الأخرى ولا نتحدث مع الوزارة عندما وقفنا في سكيك داب المئات السيد وزير الداخلية جوابنا وأعطى التعليمة إلى الولات لحماية السادة الأئمة والضلطية القضائية وللأسف الوزارة أو إدارتها ما بلغتنا بشيء من هذا ولهذا هذا التعامل هو الذي يزيدنا شرخا ولا يزيدنا توافقا نحن كلنا احترام وأدب وحوار سلوكا ومنهجا وأخلاقا لكن لا بد الآن أن نسير إلى الأشياء الملموسة التي ترفع رأي التصطيع هناك دعوة الحوار مع الوزير وزير الشؤون الدينية أين وصلت هذه دعوات نحن تقين دعوات مع الوزير الدكتور محمد عيسى إلى الحوار وأجبناه في رسائل مضبوطة وحددنا أن الحوار ينبغي أن يكون على أشياء معينة من رزنامة ومقترحات وأن التحاور مع السيد مع الوزير الشؤون الأوقاف لأن أثبتت الأيام أن استعمال الإدارة والتخلع على الإدارة وعدم التزاماتها ثم أن إدارته عملتنا بكل وضوح في رسائل لم تعجبنا ولم ترقى أن تكون إلى مستوانا وأننا لا نقبل أن نعامل كأصبيان أو كأطفال نحن نمثل حقائق الأخت الكريمة نحن أشرفنا على حل أزمات المجتمع الجزائري وقد الرئيس الجمهورية ينوه بدور الأئمة والعلماء ونا كنا على رأس وفد غرداية وكنت أشرفت على موضوع نحن نحل مشاكل المجتمع ومشاكل الأمة ثم إذا تحدثنا عن مشاكلنا نعم ولهذا نحن عندما تحدثنا تحدثنا بضوابة طيبة نحن احترمنا السيد الوزير وقدرناه وأخو الصديق وحبيب ونعرفه من الدراسة إلى مستوى في الجامعة إلى إطاره لكن حقوقنا مضبوطة مشروعة صحيحة سليمة لابد أن نتعامل بقواني الجمهورية نتعاون بمحاضر مضبوطة نحن نريد أن نعالج الموضوع المعالج الكافية ولا نريد أن يأخذ هذا المنح منح غير إيجابي نقول بكل صراحة الآن الوضع يغلي الوضع متهور القطاع لم يستفد من شيء منذ مجيء دكتور محمد عيسى زدنا بلاء وابتلاء وبلوة وأصبحنا متضررين جدا الوضع المعيشي أصبح صعبا جدا الأوضع هؤلاء بعضهم السادة الذين أخذوا الدكتورة واثنين ذهبوا إلى الجامعة وبهذا نحن أبناء القطاع بامتياز ندافعنا راية القطاع يعني تخيري للموظيفة الأدنى في قيم وأذن يأخذ عشرين ألف وعشرين ألف وعشرين ألف في يعيش بها غير مستوى لكن ربما المشكلة دائما في الحوار يعود إلى القانون الأساسي للإمام نعم القانون الأساسي كان بيننا وبين الدكتور محمد عيسى محظر في 2015 إعادة النظر في القانون الأساسي هو يمثل الحكومة نحن القانون الأساسي قلنا الحيثيات الإدارية والحيثيات القانونية أنه لم يغير إلى مرة واحدة في 2008 وأننا إلى الآن لا نعنش قانون توجيه نحن أول من طالب بالقانون توجيه والقانون توضيعي وإعادة النظر قلنا دعونا نحن بعثنا لوائح آخرها كانت في الحاج المشري لوائح إلى رئيس جمهورية إلى إعادة النظر دعونا مع السيد الرئيس أو مع الحكومة نعيد النظر في قانوننا هذا القانون ظالم جائر غير صليم غير صحيح يعني قانون القانون الأساسي يعطي أنت عندك دكتورة في الشؤون الدينية تقضي 30 ألد دينار غير معقول فأصبحنا هذا الضر لنا بعضهم يرى أن يقول السادة الأي موظيف القطاع يداء يطالب يمبر أجور ولابدأ من الآخرة يا أخي هذه حاجيات في ثقافة المجتمع الإسلامي العالم والفقه يأخذ من بيت مال المسلمين ما يريد أفضل من القاضي ومن غيره إذا كنتم تمسلمون فعلا تريدون شريعة رسول الله وهديها فهذا دور العالم فعلماءنا ما ضيعت أموالهم ولا أرزاقهم هذا الذي يربي أمة ويحل أزمات المجتمع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كل ما أشعلت نار إلا وأتي بنا لإطفائها عندما نتحدث عن أنفسنا نصبح مهرجين ونصبح مطبلين ونصبح نسترق السمع فهذا الأسلوب هو الذي أبلغنا إلى طاولة حوار إيجابية